اليوم أيضا كمال بالأمس توزع ألف وجبة فطور على الفئات الأكثر هشاشة الفئات المحتاجة لمثل هذه المساعدات في هذا الشهر المبارك هذه الوجبات بمقدارها الألف ستوزع على مدى الشهر الفضيل وهي تصل إلى مناطق أهل القدس يعرفونها بشكل جيد نتحدث عن الرام نتحدث عن الشيخ جراح نتحدث عن سلوان نتحدث عن مخيم شعفات نتحدث عن المدينة القديمة هناك أناس كثر يحتاجون لمثل هذه المساعدات وبالتالي ربما المجهود الذي تقوم به المملكة المغربية عبر وكالة بيت مال القدس هنا في القدس بمساعدة هؤلاء على الصمود في هذا الشهر الفضيل على تقديم هذه الوجبات بمقدار ألف وجبة كل يوم أمر إيجابي وأمر جميل بالإضافة أكيد لما حدثناكم عنه بالأمس ولكن لمن لم يتابع تلك السلات الغذائية التي تتوفر على مواد غذائية ومقدارها ألفين تم توزيعها على مجموعة من المناطق التي ذكرناها عبر مندوبين جاءوا وتسلموها من وكالة بيت مال القدس وبالفعل الأياد البيضاء المغربية ستتواصل ستتواصل عبر وحدة يقظة صحية ستكون في مستشفى الهلال الأحمر في مستشفى المقاصد وهناك سيكون تقديم خدمات علاجية وطبية